السلام عليكم و الله يسعد أوقاتكم أغلب الأشخاص المتابعين للقناة من بداياتها بيعرفوا أنه أنا ما بستخدم Desktop Environment أو بيئة سطح مكتب متكاملة وإنما بستخدم Window Manager أو مدير نوافذ ومدير نوافذ المفضل وليس الأفضل المفضل بالنسبة إلي مثل ما أغلبكم يعرف هو Awesome Window Manager لأنه بيسمح لي أني أحصل على على سطح مكتب مميز وفريد من نوعه وبيتميز بالويدجيت اللي موجودة فيه حكيت بعدد فيديوهات عن كيفية تثبيت أو تنزيل تنصيب الWindow Manager حكيت عن بعض الخطوات الأساسية أو الخطوات الأولى اللي ممكن أنك تعملها لحتى تبتدي باستخدامه حكيت عن كيفية الحصول على الConfiguration الخاصة فيه اللي موجودة على الGithub أكيد رح أترك الرابط بسندوق الوصف بس ما حكيت عن كيف ممكن أنك تكتب الويدجيت الخاصة فيه فاللي رح نعمله بفيديو اليوم أنه رح نكتب ويدجيت بسيطة رح تكون عبارة عن نص رح نشوف ثلاث أساليب أو ثلاث طرق مختلفة لكيفية كتابة الويدجيت ورح نشوف بالبداية نتعرف على شو هي مكونات الويدجيت لحتى أنت إذا بعدين رحت للدوكمنتيشن اللي هلأ رح نشوفها كيف تكتب الويدجيت الخاصة فيك فخلينا أول شي نروح لموقع آسم اللي هو آسمWM.org من هذا الموقع بعدين رح نروح للدوكمنتيشن من الدوكمنتيشن أنا رح شوف أنه في عندي موقعين أو في عندي two documentation في عندي واحدة اللي خاصة بالنسخة المستقرة الستيبل من آسم وفي عندي الدوكمنتيشن الخاصة بالنسخة التطوير النسخة قيد التطوير أو نسخة الويدجيت نحنا رح نفترض والشي اللي أنا بفضله أنك تكون عمالك تستخدم النسخة المستقرة فرح نشي لقسم الستيبل ريليس على يسار الشاشة رح شوف في عندي اللايبريز فأنا باعتبار أنه اليوم بدنا نعمل فيديو بدنا نشوف كيف ممكن أنه نكتب ويدجيت لنص معين رح ايشي لأسفل الشاشة ورح روح لقسم webox.widget.textbox ضمن هذا المكان رح شوف أنه كيف ممكن أني استخدم هاي الويدجيت فأول شي لازم أني عرفها فرح قل له webox.widget طبعا هلا هذا الكلام رح نشوفه ومتل ما حكيت رح نشوف 3 طرق مختلفة لكتابة الويدجيت فأول شي رح نعرف الويدجيت اللي بدنا نستخدمها اللي هي webox.widget بعدين ضمن القوسين رح قل له شو نوع الويدجيت اللي هي textbox بعدين إذا كان بدي يغير بخصائص هاي الويدجيت رح ايجي لقسم الخصائص رح شوف ممكن أني يغير المركب إذا بدي يغير الخط بدي يغير اللون بدي يخلي الكلمات تكون بخط bold خط داكن بدي يخليها italic بدي يغير المحازات بدي أعملها محازات بشكل أفقي بشكل عمودي بدي يغير ارتفاع الويدجيت بدي يغير عرضها بدي يغير الشفافية بدي الويدجيت تكون ظاهرة أو مخفية فكل هاي الأمور موجودة بقسم خصائص الويدجيت هذا الكلام بينطبق على أغلب الويدجيت وليس بس على ويدجيت النص أو على textbox بس نحن مثل ما حكيت أنه اليوم موجودين مع textbox هلأ بعد ما نشفنا شو هي الخصائص اللي بديها أو اللي ممكن أني أستخدمها بالويدجيت خلينا نشوف كيف ممكن أني أستخدمها فهلأ أنا موجود ضمن مجلد الآسم اللي موجود ضمن مجلد ال .config اللي موجود ضمن المجلد مجلد الهم الخاص بي ومثل ما بنعرف بحالة آسم window manager ملف الconfiguration اللي هو rc.lua فأنا رح أفتح rc.lua باستخدام فيم فرح أقل له فيم أو في أنا حطت لها آلياس rc.lua هاد ال .configuration ال .default أنا ما لي مغير فيه أي شي فأنا لحتى ضيف ويدجيت جديدة رح حطها بمكان معين بهذا الملف لحتى يكونوا كل الأمور متناسقة مع بعضها أنا بعرف أنه ضمن ال .default configuration في عندي ويدجيت اسمها my text clock اللي بتعطيني الساعة لموجودة بهذا المكان فأنا تحت هاي ال .weيدجيت رح ضيف سطر جديد فرح اضغط حرف O لحتى ابتدي سطر جديد بVim ورح سمي ال .weيدجيت اللي بدي إياها my text بعدين رح قل له يساوي بترك فراغ وقل له يساوي شو بتدي ال .weيدجيت مثل ما حكيت هي رح تكون عن .weيدجيت والطريقة الأولى لإني عرف هاي ال .weيدجيت إني قل له .textbox هلا بفتح قوسين وضمن هدول القوسين رح حط الكلمة اللي بدي تظهر بالنص فرح نقول مثلا على سبيل المثال رح قول انه بدي كلمة hello هلا بعد ما كتبت ال .weيدجيت لازم اني ضيف ها لل .top bar لانه انا هون بس عرفتها بس لسه ما حطيتها بأي مكان فانا لحتى ضيف ها بال .default configuration في عندي اذا اشي تكملت بالملف لتحت رح شوف انه في عندي ال .we bar رح نشوف ال .we bar في عندي ثلاث اقسام مثل ما شايف في عندي add widgets to the .we box في عندي ال .we bar اللي موجودة على يسار الشاشة او على يسار البار اللي هي عبارة عن صورة بعدين في عندي ال .work spaces اللي مفتوحة في عندي .we bar في عندي وي جيت اللي موجودة بنص الشاشة او بنص البار اللي هي ال .applications او البرامج اللي مفتوحة واللي موجودة على يمين البار الكيبورد المختار التاريخ وبعدين في عندي اللي انا مستخدمها فانا تحت ال .my text سأضغط على زر windows زر control وزر r فهلأ اذا طلعت او اذا انتبهت للبار العلوي سأرى انه بعد الساعة جنب الساعة وقبل ايقونة اللي اوت صارت عندي كلمة hello اللي عرفناها من شوي فانا ليش ايجت بعد الساعة لاني بالاساس حطيتها بعد الساعة حطيتها بين الساعة واللي اوت باكس فطلعت عندي بهذا المكان طيب هاي الطريقة انت بس اذا بدك تضيف كلمة للبار اللي عندك فمنستخدم الاسلوب الاول بس ما في لها خيارات ال customization او اني غير بالخصائص بشكل كبير بهاي الحالة بيجي عندي دور الطريقة التانية الطريقة التانية اللي هي اذا ارجعنا للويدجت نفسها هلا انا بعد الويدجت رح شيل كافة النص اللي حطيته ورح افتح قوس ورح حطه بسطر شديد ضمن هذا القوس اول شي رح قل له التكست اللي بدية فراغ يساوي ورح افتح اشارة quotation ورح اكتب النص اللي بدية رح نرجع لكلمة hello مرة تانية بسكر quotation وبحط فاصلة الفاصلة ضرورية جدا لا تنسى الفاصلة وبعدين رح قل له widget يساوي شو نوع الويدجت مثل ما حكينا اللي هي text box فرح قل له وي باكس وي باكس دوت ويدجت دوت تيكست box طيب هلأ بآخر سطر اللي بيجي قبل القوس ما في داعي انك تحط الفاصلة بس اذا حطيتها ما بيعطيك اي error فنحنا رح نحط الفاصلة اللي حتى تكون عادة انك دائما تحط الفاصلة واذا نسيتها بحالة بمر من المرات انه ما يعطيك اي error فنحنا دائما نحط الفاصلة كمان رح احفظ الملف ورح اعمل restart لل window manager فرح شوف انه ما تغير عندي اي شي ولسا ها شغالة وكلمة hello موجودة بمكانها الصحيح طيب هاي الطريقة متل ما حكيت رح نستخدمها لحتى نعمل شوية customization اكتر لهذا النص لنقول انه انا بدي اغير لون الخط اللي انا عمالي استخدمه فبهي الحالة اذا رجعت لل documentation رح شوف انه رح استخدم markup بدي اعمل هذا الخط او هذا النص يكون bold او يكون الخط bold او الخط الداكن فله هاد الشي رح نجي ونستبدل كلمة التكست اللي موجودة فوق رح استبدالها ب markup وبعدين جو النص مثل ما انا شايفين بالdocumentation رح قل له مثلا اذا كان بدي ايا bold رح يكون في عندي حرف ال b اللي موجود ضمن الشيف رونس ضمن اشارتين اكبر اصغر وبعدين جو رح حط النص اللي بدي ايا وبعدين بسكرها باشارتين اكبر اصغر وبين هون اللي سلاش الشيفرون رح قل له b رح سكر الشيفرون حطينا الاكبر والاصغر بعد كلمة hello رح كمان افتح اشارة اكبر اصغر رح حط السلاش ورح قل له حرف b لحتى يكون هذا الخط بشكل bold كمان رح نحفظ الملف ونعمل restart هلا اذا لاحظت اذا لاحظت كلمة لا تم هي طالعة بخط فاتح وحيب في حين انه كلمة hello صارت بخط داكن ممكن انها ما تكون واضحة على الشاشة بس لو اجينا مثلا لو عملنا italic فكمان رح اجي قل له رح افتح ال اشارة اكبر اصغر حط حرف i لحتى يكون italic ورح اجي بعد بنهاية الملف كمان رح افتح اكبر اصغر حط slash وقل له i لحتى يصير بشكل italic ورح اعمل restart فهلأ اذا لاحظت انه كلمة hello صارت بشكل italic ضمن الماركب اذا بدك تغير الالوان كمان ممكن انه نغير الالوان نحن ما رح نعملها هلأ لانه رح نشوف الطريقة الثالثة او الاسلوب الثالث لكتابة الوجت واللي ما رح تكون كلمة hello رح تكون شي مفيد اكتر فخلينا اول شي نتراجع عن كافة التعديلات اللي عملتها واطلع من هاد الملف هلأ الطريقة الثالثة رح نستخدمها على شي مفيد الا وهو لنقول على سبيل المثال انه انا بالبار اللي عندي بدي شوف اصدار النواة اللي انا عمالي استخدمه اللي اذا كنت بالترمينال بيستخدم امر uname dash r فمثل ما اشايف انه هاد رح يعطيني version للنواة للكرني اللي انا عمالي استخدمها هاد النص اللي انا بدي اظهره بالبار العلوي فانا لهاد الشي في عندي الطريقة الثالثة اني اكتب الويدجيت بملف مستقل فيها ما رح اكتبها ضمن ملف rc رح اكتبها بملف مستقل فيها هلا انا باعتبار انه موجود عندي هاد هاي الويدجيت فرح نفتح الملف فانا في عندي فولدر اسمه ويدجيت ضمن او شي في عندي فولدر اسمه ويدجيت ضمن هاد الويدجيت في عندي الملف لسمه كيرنيل underscore ويدجيت دوت لو رح نفتح هاد الملف خلينا نظهر الخط شوي فرح شوف انه انا حتى اكتب الويدجيت اللي خاصة في الاسطر الثلاثة الاولى اللي هي استدعاء المكتبات او اللي انا منستخدمها ضمن هاد الملف فمتل ما اللي شايف انه انا في عندي بيوتيفل حتى اكون قادر اني غير الالوان شايف انه الوي بيباكس هي لايبراي انا منستخدمها بكلمة وي باكس انا منستخدمها باكتر من مكان بهذا الملف فانا لازم اني استدعي اللايبراي او المكتب الخاصة فيها في عندي فونكشن ووتش اللي هو كمان فونكشن انا مستخدم متحت فكمان هاد لازم اني استدعي لاني اذا ما حطيت عمليات الاستدعاء بالبداية رح يعطيني ارور انه ما لاقى الوي باكس او ما لاقى الواتش طبعا هاد الملف متل ما حكيت موجود بالجيت هاب اذا كان بدك تعمله عملية نسخ ولزق بعدين اول شي لحتى هاي الوي جيت تكون متاحة اني استخدمها برا هاد الملف فانا رح اعمل عملية تعريف وراح سمي الويجيت اللي بتي استخدمها بعدين بالوي بار رح سميها كيرنل ويدجيت وبعدين رح قل له رجع لي الكيرنل ويدجيت لحتى تكون متاحة للملف الارسي ضمن هاد الملف ضمن التعريف وعملية الارجاع رح اكتب الويجيت اللي بدي اها فمتل ما حكيت اول شي الويجيت عملت لها عملية التعريف اللي هي الوي باكس دات ويدجيت وبعدين فتحت الاقواس ومثل ما لشايف انه نوع الويجيت هو عبارة عن تيكست بوكس ضمن هاد التيكست بوكس انا اعطيها ايدي معين ومسميها هلا منشوف ليش انا اعطيتها اسم ضمن هدول القوسين انا كمان في عندي لسه قوس الثاني انا فاتحه هون وهذا القوس نسكره لحتى يكون في عندي عملية التخصيص اني حط لها هامش او حط لها مارجن معين فانا فاتح قوسين ضمن القوسين الاوليات فانا اذا اجيت بالماوس او بالكيبورد اذا اجيت لأي قوس رح شوف انه هاد القوس الاول عملية اغلاق القوس صايرة بهذا السطر اذا اجيت للقوس اللي بعده شايف انه هاد القوس عملية اغلاق صايرة بهذا المكان فكل الاشياء اللي موجودة ضمن هدول القوسين هي عمالها تكون تابعة او عمالها تطبق عليها الخصائص اللي موجودة بعد القوس فاذا اجيت للقوس اللي تحت اللي موجود هون اللي هي الويدجت الفعلية اللي هي التكست بوكس هاد الكلام الخصائص اللي عماله ياخدها اللي هي الموجودة بعد هاد القوس الاصفر اللي هي عبارة عن اني حاطت الهوامش وعامل عملية محاذات انها تكون بنص انها تكون بشكل عمودي انها تكون بشكل عمودي عملية محاذات بالسنتر مندص فهذا الكلام لسه انا شايف انه في عندي اشياء جديدة مستخدمها اللي هي الكنتينر واللي شايف بعدين انه في عندي مارجين وفي عندي كنتينر دوت باكراوند فاذا ارجعنا لا وفي عندي الكنتينر البليس فاذا ارجعنا لل دوكمنتيشن واجينا دورنا على الكنتينر فانا رحشوف انه في عندي مارجن اللي هو بيعطيني الهوامش وإذا أجي كمان بشوف كيفية استخدامه أني بحط الويتجت اللي بديها بعدين بحط المارجنز أنا في عندي أربع هوامش في عندي يمين يسار فوق وتحت فممكن أن نحدد كل هامش من الهوامش أو أني حط الهوامش بالكامل لتكون متساوية هاد بالنسبة بالنسبة للبليس لحتى أعمل عملية المحازات فكمان أنا شايف أني عامل عملية المحازات العمودية أنها تكون بالسنتر ممكن إذا كان بدي أعمل محازات أفقية بدل الفي حط اتش بتصير عملية محازات أفقية وبعدين في عندي الباكراوند اللي رح نستخدمها لحتى نغير لون الخط نغير لون الخلفية وممكن أنك تغير الخط نفسه ضمن الودجت الأساسية بس نحن ضمن هاد الملف رح ايشي لقسم الـ رح شغير الـ هاي رح افتح متل ما رح افتح بعدين رح حط الهاش وهون رح حط الار جي بي اللي هي عبارة عن ست ارقام كالرقمين بيعطوني اما اللون الاحمر او الجيل الجرين الاخضر او اللون الازرق فانا رح اعمل لهاي الودجت رح اعمله باللون الاحمر فرح قل له اف اف وبعدين صفر 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 ولا ننسى انه بعد كل سطر بكتبه بنهاية كل سطر لازم يكون في عندي فاصلة الفاصلة ضرورية جدا وإلا رح يعطيك error كمان رح اعمل نفس الكلام وانما للباكراوند الخط السطر الاول عملنا للون النص بحد ذاته والسطر التاني رح يكون الخلفية لهذا النص فكمان رح نغيره ورح افتح الكوتيشن وحط الهاش ورح قل له بدي يكون هاي الودجت رح نحط خلفية تكون بلور رمادي مثلا فرح نقول له 3F 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 لا ننسى انه نسكل الكوتيشن ونحط الفاصلة بعدين رح نحفظ هاد الملف هلا متل ما حكيت انه هاي الودجت بدي اياها انها تعرض لي الكرنل او نسخة الكرنل اللي انا بدي اياها فاذا جيت لبداية الملف شايف انه حاطت في عندي سطر اللي هو الكوماند اللي بدي استخدمها ضمن هاد الكوماند انا رح استخدم قوسين مربعين عندي قوس اول قوس تاني وطبعا لازم اني اغلق هون اغلقت القوسين ضمن هادول القوسين رح استخدم الامر التالي اللي هو باش داش سي بعدين رح افتح كوتيشن ضمن الكوتيشن رح حط الامر اللي شفناه بالترمينال اللي هو كان يو نيم داش ار بعد هاد السطر شايفي عندي شي اللي هو التايم اوت التايم اوت اللي بيعمل لي انه كل شو هي المدة الزمنية اللي لازم الويندو مانيجر ينتظر ينتظرها لحتى يرجع ينفذ هاد الامر طبعا بالثواني فانا حاطط له انه 7200 ثانية لانه انا يعني بحالة الكرنل اذا ما لي عامل عملية اوبديت للنظام فما في داعي اني كل عشر ثواني اني حدث الويدجيت لانه طبعا انا كل ما زدت او كل ما قللت هاد الرقم يعني خليت عملية التحديث للويدجيت تصير بشكل اسرع رح يزيد استهلاك المعالج واستهلاك الرام فانا بالنسبة لحالة الكرنل يعني كل ساعتين رقم كافي ممكن اني اعملها مرة باليوم فبعدين هلا هلا اول شي متل ما حكينا شفنا شو هو الامر اللي بدي نفسه شفنا المدة الزمنية اللازمة لحتى اعمل عملية الابديت بعدين لازم اني نفذ هاد الامر فلا هاد الشي رح ايجي استخدم فونكشن هاد الفونكشن اللي موجود بهذا المكان رح ياخد متحولين او two variables المتحول الاول اللي هو الويدجيت اللي بدي اكتب النص فيها اللي متل ما حكيت انه انا عطيتها ايدي لحتى استخدمها بعدين فانا قلت له اول شي عندي الويدجيت وبعدين عندي الستاندرد الستاندرد اوتبوت اللي جاي من الامر اللي هو اليو نيم فقلت له الويدجيت بعدين سميتها قلت له get children by id وعطيته اسم الويدجيت وبعدين قلت له شو هو النص اللي بدي اعمله جوا هاد الويدجيت فانا شفت اني استخدمت الستاندرد اوتبوت وبس حتى تطلع بشكل جمالي اكتر قلت له انه اطبع لي الصديق البطريق قبل الويدجيت قبل الكرنل وبين البطريق والستاندرد اوتبوت حاطت له نقطتين لحتى يطلع عندي النتيجة النهائية اللي هلأ رح نشوفها رح يطلع عندي بطريق وبعدين space رسكرة الكوتيشن مارك والستاندرد اوتبوت ما في داعي انها تكون ضمن كوتيشن لانه هاي عبارة عن متحول وليست نص ثابت فانا بعد ما عرفت شو هي الاشياء اللي بدي احصل عليها رح ايشي للقسم الاخير بالويدجيت اللي هي رح قل له watch اللي هو يعمل عملية مراقبة للكومنت اللي شفناها اول شي مثل ما حكيت الكومنت موجودة بالقسم الاول بعدين عندي فاصلة بعدين في عندي وقت الانتظار بعدين في عندي الفونكشن اللي عرفته بالبداية وبعدين عندي الويدجيت اللي انا عمالي استخدمها طيب هاي هي هيكلية الويدجيت اللي بدنا ياها بعد ما عرفنا هيكلية الويدجيت وكتبناها لازم اني ضيبها ضيفها لملف الارسي فهلأ اذا انتبهنا انه متل ما حكيت بالبداية الويدجيت انا سميتها كيرنيل ويدجيت هاد الكلام خليه بالك هلأ رح نطلع من هاد الملف ورح ارجع لملف الارسي رح اجي ببداية الملف مطرح مالي حاطت بالمكان اللي حاطت فيه عمليات الاستدعاء لازم اني استدعي هاد الملف فمتل ما حكيت انه هاد الملف انا سحاطه ضمن مجلد اسمه ويدجيت فرح قل له ريكواير رح افتح قوسين ورح افتح قوتيش مارك ورح قل له ويدجيت اللي هو المجلد الموجودة فيه الويدجيت الاساسية رح قل له نقطة وبعدين كيرنيل اندر سكور ويدجيت اللي كان اسم الملف بدون ما اكتب دوت لواء بس منذكر كان اسم الملف كيرنيل ويدجيت دوت لواء بس الدوت لواء مالها مطلوبة مني هلا انا عملت عملية استدعاء للملف اللي بديها وبعدين رح ايجي متل ما كنا بالبداية عند السيس تري لا اللي كان متل ما حكينا عند الماي تكست كلوك بقسم الوي بار وتحت الماي تكست كلوك رح نضيف الويدجيت اللي عملناها بالملف اللي كان اسمها كيرنيل اندر سكور دابليو دي تي رح حط الفاصلة رح احفظ ملف الار سي ورح اعمل ريستارت للويندو مانيجر فهي ويندوز كونترول آر متل ما اللي شايف انه جنب الساعة طلعت عندي الويدجيت اللي ضفناها من شوي ومثل ما اللي شايف انه الخط طلع باللون الأحمر والباكراوند او الخلفية طلعت باللون الرمادي اللي انا حطيته من شوي طيب هاي الطريقة الثالثة او الاسلوب الثالث انا ليش استخدمته طالما انه انا ممكن اني اكتب الويدجيت اللي بدي اهض من ملف الار سي انا وقت اللي بيكون في عندي عدد كبير من الويدجيت فهذا الكلام رح ينعكس انه رح يكون عدد الأسطر اللي موجود بملف الار سي كبير جدا فاذا كان في عندي اي خطأ فعملية البحث والدي باكينج عن هاي الأخطاء رح تكون صعبة فلهذا السبب بيفضل انه وقت اللي بدك تكتب اي ويدجيت انك تعمل لها ملف خاص فيها وبعدين تعمل عملية الاستدعاء يعني انه يكون في عندي مادية خاص لكل ويدجيت ومثل ما شفنا كمان انه كتابة الويدجيت مالها بالأمر المعقد اذا انت قدرت انك تقرأ الدوكمنتيشن واللي هي بحالة آسم دابليو ام مشروحة بشكل ممتاز وبتعطيك اي شي ممكن انه يخطر على بالك وكيف ممكن انك تعمله ومثل ما حكيت انه اللي عملنا اليوم بس كان عبارة عن يعني مقدمة عن كيف ممكن انك تكتب الويدجيت ونحنا بس عملناها ضمن البار العلوي اذا بدك تحط الويدجيت تطلع على مكان معين على الشاشة لنقول انه انا بدي الويدجيت تطلع على اليمين بدي اياها تطلع بالنص بدي اياها تطلع على اليسار فهذا الكلام ممكن انه نعمله بس رح نشوفه بغير فيديوهات باذن الله اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا ضغط ضر الاعجاب ومشاركة المحتوى مع اصدقائكم وصحابكم اراءكم وتعليقاتكم مثل العادة تركوا ليها بقسم التعليقات لحتى اتمكن من الرد عليها وشوف شو هي المشاكل او الاقتراحات اللي عندكن بالنسبة للاشخاص غير المشتركين اذا شايفين المحتوى اللي عمالنا نقدمه مفيد وممتع فلا تنسوا الاشتراك لحتى نكبر مع بعض يوم ورا يوم بلتقي فيكن بالفيديو الجاية وبأمان الله